وصفة النهاردة من ألز الوصفات اللي أنا عملتها على القناة من ساعة ما بدأ بجد يا جماعة أنتوا هتاكلوا أحلى كفتة بالطحينة ممكن تاكلوها في حياتكم وصفة لذيذة جدا وسهلة قوي مكوناتها ومقدرها بسيطة بس هتطلع معاكم كفتة طعمها خطير جواها كده صوس طحينة حلوة قوي وكمان مليانة خضار طاجن كده من الآخر يعني طعمه بجد خطير من الوصفات اللي أنا مقدرتش أكمل تصويرها يعني كتير أنا حبيت إن أنا بس يعني أواريكو كده تصوير سريع يعني حاجة بسيطة وروح تكملت بقى أكل على طول من كتر ما هي كانت حلوة قوي وطعمها كان لذيذ جدا وصفة سهلة وبسيطة أنا عملتها بطريقة شيف أبو جوليا لو تعرفوه هو دايما بيعمل وصفات كتير وفيديوهات كتير على الفيسبوك وأنا حبيت الوصفة دي منه وبجد بشكره جدا على الوصفة دي لأنها بجد حلوة وطعمها خطير يلا بينا نشوفها نعملها إزاي بس قبل ما نبدأ ياريت تعملوا لايك للفيديو ده وكمان تشتركوا لو مش مشتركين عشان تشوفوا الفيديوهات كلها أول منزل أول حاجة هنبدأ بيها عندي هنا كيلو من اللحمة المفرومة ويكون فيها نسبة من الدهن مش عايزينها تكون لحمة حمرة عشان تدي لكده للكفتة طروة وطعم حل هنحط بقى على الكيلو بسلتين متوسطين فرومين ناعم وهنحط عليهم كمان ثلاث فصوص كبار من الطوم وشوية بقى من التوابل معلقة كبيرة من الملح والفلفل الأسود شوية بابريكا وكمان حبهين مطحون وجسط طيب وشوية صغيرين من القرفة وهنبدأ بقى ان احنا نعجل الكفتة كويس جدا كده مع بعض لحد بقى ما تبقى عجينة طرية كده خالص في ادينا كي اننا بنعمل كفتة عادية خاطئة والكفتة من الحاجات اللي ما بتحط لهاش طوابل كتير بس يصدقوني الخلطة دي خلت الكفتة طعمها حلوة جدا وكمان البصل والطوم مدينها طعم لذيذ تقدروا بقى تشكلوها بالشكل اللي انتوا حابينه ممكن تعملوها صوابع زي الكفتة العادية أو بتعملوها كور بالشكل ده بقى اهم حيجة ان احنا نكون عاملينها كور حجمها كبير شوية لان هي لسه هتكش لما ندخلها الفرد فمش عايزينها تبقى صغيرة قوي وبس كده هبدأ بقى شكل كل الكمية معي لحد بقى ما خلصها كلها وهتعمل معيكو كمية كبيرة انا هعمل هنا طوجن صغير فمش هستخدم كمية الكفتة كلها فحطيت خضارة على قد الكمية بتاعت الكفتة اللي انا مستخدمها هحط بقى في الطوجن من تحت مسالتين كبار متقطعين شرايح بالشكل ده وكمان هحط طماطم يعني حوالي 3 حبات من الطماطم متقطعة وكمان الخضار اللي هيخلي الطعم الكفتة حلو جدا هي البطاطس مستخدمة هنا اتنين بطاطس مقطعاهم شرايح كده بالشكل ده وكمان اهم حاجة تكون تخينة شوية ما تبقاش رفعيها قوي هحط بقى عليهم تدبيلة بسيطة وملح وفلفل اسود ومعلقتين كبار من زيت الزتون وهقلبهم كده مع بعض كويس هنرص بقى الكفتة فوق الخضار اللي احنا جهزناه وعايز اقول لكم طعم الخضار ده بعد ما بنحط الكفتة بجد بيبقى شارب من يعني كل السوايل اللي نزلت من الكفتة نزلت على الخضار والبطاطس طعمها خطير بجد يعني ما يفعش ما تحطوش بطاطس البطاطس هتديها طعم حلو جدا خلصت بقى كده رص الطاجن وهدخل الطاجن ده على فرن يكون درجة حرارته عالية جدا على اعلى درجة حرارة يعني حوالي من نص ساعة ساعة لاربع هنخرجه وبعد كده ندخله تاني وهقول لكم بقى ندخله تاني ليه لحد بقى ما الكفتة تجهز في الفرن هنعمل سوس الطحينة عندي هنا نص كباية من الطحينة ممكن تستخدموا كباية لو انتوا هتستخدموا كمية الكفتة كلها لكن انا عشان عملت نص كمية الكفتة بس فحطيت نص كباية من الطحينة وعليها عصير لمونة كبيرة وهوحط معلقة صغيرة من الكمون ومعلقة صغيرة من السماء بيدي طعم حلو جدا وكمان معلقة صغيرة من الملح هحط معلقتين كبار من الزبادي وينقلب بقى الصوس ده كده مع بعض لحد ما يتقل خالص ويبقى قوامه يعني تخين كده بالشكل ده وكأنكم بتعملوا صوس طحينة عادي جدا ما فوش اي حاجة مختلفة هنحطوا بقى كده على جنب وهقولكوا دلوقتي على الخطوة اللي هتخلي طعم الكفتة دي رهيب احنا خرجنا الكفتة من الفرن بس هي لسه ما خلصتش سوا يعني خرجناها تقريبا بعد ما عدى ثلاثة ربع الوقت كده من السوا عشان هنصفي منها السوايل اللي نزلت منها هنحط طبق كده عليها على الطوجن نغطي بيها الكفتة كويس وهناخد بقى كل المية اللي نزلت منها او السوايل اللي نزلت منها دي هيبقى طعمها خطير وهنحطها بقى دلوقتي هنضفها على صوس الطحينة ونقلبهم مع بعض كويس جدا وسيبوا المية بتاعت الكفتة اللي احنا خدناها تبرد شوية قبل ما نضفها بس على الطحينة لو حاسيتوا انها مش مكافية الطحينة اللي احنا عاملينها بنزود لها مية فترة عادي لحد ما توصل لقوام خفيف مش عايزينها تكون تقيلة لان هي لسه لما هنحطها على الكفتة هتتقل اكتر فأهم حاجة تبقى الطحينة خفيفة خالص عشان لسه هتتقل معينا بس وبنبدل بقى نقلب فيها كده وطبعا تدقوها وتزبطوا الملحة بتاعها وكده عندنا صوس الطحينة خلاص جاهز بخرج بقى الكفتة من الفرن بعد ما تكون خلاص استوت وخدت لون كده من فوق الوش وبضيف عليها بقى صوس الطحينة اللي احنا جاهزناه اغطي بقى كل الخضور والكفتة بالصوص ده كده لحد بقى ما تتشرب كده منها خلص وهدخلها الفرن مرة كمان يعني عشر دقيق كده او ربع ساعة هتحسوا خلاص ان الكفتة خدت لون كده يعني احمر كده حلوة قوي والطحينة كمان تقلت وبقى قوامها تقيل وكريمي كده وحلوة قوي مش هتاخد في الفرن يعني اكتر من عشر دقيق والفرن لسه بدرجة حرارة عالية زي ما هو وده كده شكلها بعد ما خرجت من الفرن والله يا جماعة انتم هتشموا ريحة كفتة خطيرة اهم حاجة بقى رشة البقدونس اللي في الاخر دي عشان هتخلي طاجن الكفتة بصوا يعني مكان تاني كده خطس وكمان هتديها شكل حلوة قوي حبيت بقى وريكم شكلها كده قبل بقى ما احطها في طبق التقديم ووريها لكم بصوا يا جماعة بجد انا جيت الاول فكرت بقى ان انا كلها بقى بالشوكة كده والسكينة ويعني ايه بالراحة ومفيش اي حاجة احط الكفتة في الصوس وهدقها معيكم بس صدقوني بعد القطمة دي كل حاجة تغيرت انا جبت العيش وبدأت ان انا يعني اغمس بقى الكفتة مع البطاطس والطحينة عشان بجد مقدرتش يعني استحمل ان انا الكفتة دي ما كلهاش انا وقفت عملت سندويتشات كمان حطيت بقى البطاطس والخضار والبصل والتماطم مع الكفتة وكلت السندويتش وعايز اقول لكم جد كان طعمها يعني حاجة كده خيال طعمها بجد كان حلو جدا عجبني قوي ويعني كانت وصفة لذيذة وسهلة ومخدتش معي اي وقت خالص وفي نفس الوقت طعمها خطير وهتنفع معيكم قوي كمان لو عاملين عزومة او حابين بقى ان انتوا تاكلوا اكلة كده يعني شهية كده ولذيذة عملوا الكفتة الطحينة دي صدقوني هتبقى احلى كفتة كلتوها في حياتكم وبس كده انا فهمت ان دلوقتي ليه شيف ابو جوليا كان بيقول اللي هو بيقولها دي لان هي بجد يعني هي حلوة قوي ومتأكد ان انتوا لما تجربوها هتحبوها كده زي وبس كده ده كان فيديو النهاردة ما تنسوش اهم حاجة تعملوا لايك للفيديو ده وكمان تشتركوا لو مش مشتركين وتشوفوني تاني قريب ان شاء الله وبس كده وباي باي